السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم طلبة وطالبات وولا امور الصف الاول الاعدادي ان شاء الله عندنا النهاردة امتحام متوقع على مادة التربية الدينية الاسلامية ترمى اول عشرين تلاتة وعشرين ايه تلو ارماش في قرارات تشترك فيها واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو وان شاء الله هسيب لك رابط الامتحان في صندوق الوصف هحمله وزكرونه ان شاء الله لنخرج عنه الامتحان يلا بينا سنقول نشوف الامتحان بتاعنا عندنا الامتحان الاول اولا القرآن الكريم من صورة ياسين قال تعالى وجاء من اقصى المدينة راجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رقم الف قال فسر معنى اقصى اقصى هنا معنى ايه ابعد وما المقصود بالمرسلين طبعا هم الرسل الذي يرسلهم الله ايه للناس رقم بق قال لماذا جاء هذا الرجل من اقصى المدينة وماذا فعل اهل القرية بالرجل طبعا جاء هذا الرجل من اقصى المدينة ليدعو اهل قريته لاتباع الرسل وعبادة الله وحده طب وماذا فعل اهل القرية بهذا الرجل طبعا القد قتله ايه اهل القرية رقم جيم كام كام رسولا بعثاء لاهل القرية طبعا هم ثلاثة رسل رقم دال قال اللي حدد الكلمات التي بها حروف ماد وحروف قلقلة عندي السؤال رقم دال الكلمات اللي بها حروف ماد كلمة ايه جاء وقال والحروف التي بها قلقلة ليه اقصى السؤال رقم ها بيقولوا اكتب الى قوله تعالى اني امنت بربكم فاسمعون هم نكتب كده وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم اجر وهم مهتدون وما للا اعبد الذي فطرين وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن مدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنتم بربكم فاسمعون السؤال البعدي قال ثانيا من سورة الانعام قال تعالى ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فان ايه تقفكون رقم قال يفسر معنى ثالق الحب والنوى وتقفكون طبعا ثالق الحب والنوى ان يشق الحب والنوى فيخرج ايه النبات تقفكون طبعا تبتعدون عن طاعد الا ثانيا الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرز صغرسا او يزرع نقاط طبعا ايه عندنا الحديث كلها طبعا حفظ او يزرع ايه زرعا فيأكل منه طبعا ايه طيرا او انسان او باهيمة الا كان له ايه صدقة طبعا احنا هنا اكملنا مكان النقاط النقاط الاولى زرعا والنقاط التانية ايه طيرا رقم باجلي ما المقصود بالباهيمة طبعا المقصود بالباهيمة هي ايه الحيوان رقم جيم ده علام الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة رقم واحد رفع الله شأن العمل ووعد العاملين بالمغفرة العبارة الصحيحة رقم اتنين عبادة المسلم المسلم لله تقتصر على اداء الفرائد فقط وان تغفل العمل ايه في الدنيا طبعا العبارة هنا ايه خاطئة رقم ثلاثة الهدف من العمل هو ارضاء الله وطاعتي العبارة صحيحة رقم ده الجل وضح ما يرشدنا اليه الحديث الشريف طبعا هنا الحديث الشريف يرشدنا اليه الى ان الانسان يثاب على كل عمل الصالح على كل عمله الصالح في الدنيا ولا يقتصر الصواب على اداء الفرائد فقط ننتقل ثالثا اليه الفروع الفروع طبعا عند السؤال الاول ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة رقم واحد العلم والايمان بالله والتأمل في الكون يؤديان الى التقدم والرقي طبعا هنا العبارة صحيحة رقم اتنين الاسلام دين السماحة واليسر الاعتدال طبعا هنا برضو هنا العبارة صحيحة رقم ثلاثة من اذاب الصوم عدم الاكثار من تلاوة القرآن والاستغفار والدعاء طبعا هنا عبارة ايه خطأ ده من اذاب الصوم طبعا الاكثار من ايه من تلاوة القرآن والاستغفار والدعاء رقم با على من يجب الصوم وما هي مبطلات ايه الصوم طبعا بيجب الصوم على مين المسلم البالغ العاقل القادر على ايه الصوم وما هي مبطلات الصوم طبعا عندي مبطلات الصوم كم ايه عندي اربعة وخمسة عندي الاكل والشرب عمدا رابعا الكتاب الاضافي والشخصيات اسوأ الرقم الف اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد قال من شروط صلح الحديبية ان تقوم هدنة بين المسلمين وقريش مدتها خمس سنوات عشر سنوات ثلاث سنوات طبعا كانت الهدنة بين المسلمين وقريش مدتها عشر سنوات رقم اتنين الذي جمع الناس على مصحف واحد علي بن ابي طالب عثمان بن عفان سعد بن ابي وقاس طبعا الذي جمع الناس على مصحف واحد وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم رقم ثلاثة كان مندوب قريش في صلح الحديبية هو خالد بن الوليد ابا سفيان سهيل بن عمر طبعا كان مندوب قريش في صلح الحديبية هو سهيل بن عمر رقم أربعة تزوجت أسماء بنت أبي بقر عبد الله بن الزبير لأنه كان غنيا فقيرا مؤمنا صبورا طبعا لأنه كان مؤمنا صبورا رقم با لماذا سميت أسماء بنت أبي بقر بذات النطاقين طبعا لأنها شقت نطاقها أي هو حزمها يعني ربطت به طعام وصقاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته مع أبي بقر من مكة إلى المدينة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أبدلق الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة وبكده سنقول لو صلت معاكم لنهاية الامتحان أتمنى يكون الامتحان عجبكم ياريتم تنساش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعملوا لايك الفيديو لعشان الفيديو بتاعنا هيكبر يوصل لأكبر عدد من الطلبة والكل يستفات إن شاء الله وإن شاء الله يسيب لك رابط المذكرة يسئلها وأبولها في صندوق الوصف حملها وذكر منها عشان دي امتحانات الأعوام السابقة وعند ايه الامتحانات بتتقرر كل ايه سنة مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة